اشتركوا في القناة السلام عليكم اخوتي اخوتي كيف دايلين تمنى تكون ممزينين باحوال جيدة مرحبا بكم فلاشين ديليشين ومراكا القناة دليلتانية فاتي التابي مرحبا بكل واحد من تابع القناة دليلتانين دائما كنقول لكم مرحبا بكم وما تنسوش دائما دعم القناة دليلتانين وكما كشفوا اليوم جبت لكم خبر خبر مفرح مفرح يعني عن بلجيكا وعن يعني وشنو كان قال بلجيكا يعني ديل يعني ديالفيروسات يعني وشنو كان هضرهم على بلجيكا البحش يعني ديالفيروسات وشنو قالهم على بلجيكا مهم انا بغيت نفرحكم من ليشت الخبر قلت لابده باش نفرحكم بلجيكا تجاوزت ضروة وباء كورونا في بداية ابريل وفقا للعالم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان جوش يحتمل ان تكون بلجيكا قد تجاوزت ضروة وباء فيروس كورونا الجديد كوفي 19 في بداية ابريل إذا نظرنا إلى عدد الحالات دخول المستشفيات الجديدة نرى أن ضروة ضروة ربما كانت في بداية شهر ابريل تقريبا وقال عالم الفيروسات توفن فان جوشت خلال الإحاطة الصحفية اليومية يوم الأربعة يمكننا رؤية تناقص تدريجي في عدد الحالات الدخول إلى المستشفيات ومع ذلك أكد فان جوشت على أن الناس سيجبوا عليهم الاستمرار في احترام تدابير الحجر الصحي وعدم التخلي عنها في وقت مبكر حيث أن الفيروس لا يزال ينتشر في المجتمع ولم يختفي بعد وقال فان جوشت إذا انتهاونا مع التدابير الحجر الصحي الآن فأن الفيروس سيعود مرة أخرى ويمكننا الدخول في ضروة جديدة مضيفا أن الأمر سيستغرق حوالي أسبوعين قبل أن تحدثت انفراجه في الأرقام حسب تعبيره ووفقا لفان جوشت فان الحركة المتزيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعيد الفصح تأثير على الأرقام لا يزال غير مؤكد حتى الآن في إشارة إلى العديد من إدارات الشرطة التي أبلغت عن زيادة في انتهاكات تدابير الحجر الصحي وزيادة التنقل بالنسبة 30% مقارنة إلى ما بعد الإعلان عن تلك التدابير وأضاف فان جوشت أمل أن لا يظهر هذا السلوك مرة أخرى لكننا لن نتمكن من قياس ذلك إلا في المستقبل وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت بلجيكا اليوم عدد الإصابات في بلجيكا إلى 2454 حالة جديدة بالفيروس يصل الإجمال للإصابات في بلجيكا إلى 33573 وتسجيل 283 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمال للوفيات إلى 4440 يعني شتور بلاتهم يعني أنا هم أملين بحاجة من اللي قالوا لهم باللي ما بقيت شي طلع لهم بزاف من قوش تدخلوا للمستشفيات ولكن كما تشوفوا يعني صراحة على ماشت أنا كان البارح كانت نقصة بزاف بزاف كانت ولكن اليوم كانت طلعت علاش أنا فين حكرت لها البارح كانت يلا تقاسوا 555 ولا هكا وليوم هما وصلوا يعني اللي تقاسوا بالفيروس ديال كورونا يعني تقاسوا من 2454 شخص يعني هي الحمد لله يعني مش يدائي مني كي يطلع مرة هك مرة هك مرة هك إنسان غير خصو يزيد يحرص باش ما يكتغش هالعدواء ولا باش تنقص هالعدواء وإن شاء الله كل شيء نتغلب عليه في عمق قريب وحتى هما سلطة صراحة كتدير المجهودات ديالهم باش ما كيتقاسش الواحد وباش ما يتزلش هالشي تعادة صراحة يعني كنشكرهم وكنشكر الرجال الأمن والرجال الصحة يعني كيديروا المجهودات يعني تبارك الله عليهم يعني إحنا فاش خصنا نديروا نعاونوهم هي نريحوا في ديورنا قالي نفترض الواحد إلى خرج الضرورة ما خصوش يكون نتقارب مع شخص أخر ولا خصو ضروري يدي الكماما وما تقاربش مع شخص أخر وباش نحفظوا على البلاد ديالنا ونحفظوا على رجال وصناعوا على ولداتنا هذا ما كان يعني لأنه صراحة ما كان نشوفوا إنهما الرجال الصحة يعني في الطبيب والله صراحة كتلقاهم قلسين وكيديروا ما فوق الجهد ديالهم وما كيشوفوا لا عائلة ديالهم لا الأولاد ديالهم يعني خصنا نعاونوهم إف باش نقسوحنا في ديورنا كما قلت لكم يعني ضروري ضروري خصنا لتزموا البيوت ديالنا ولتزموا يعني نقسو في ديورنا نقرم ولداتنا نقلسو نديرو في عشاله ما كان ما يدار وما نخرجوش ما نعرضوش حياتنا الخطر ونعرضو الأسرة ديالنا الخطر ونعرضو حتى البلاد ديالنا الخطر يعني هما صراحة باش كان نشوفو ونعرضو حياتهم الخطر على مسبتنا رجال أمن كيكونوا على براحة حرصين على تدابير باش من توقعشي باش الناس ما تخرجو وكيدار ركو صحة كدار كيدلو دائما في سبيطارات مساكين كيديروا ما فوق الجهد ديالهم باش هاد الشي تغلبوا على الفيروس وباء كورونا ولكن أغلبية الناس ما كيتفهموش ما كاي ديروش لا زي اقديروا الاحتىات والوالو يعني هما كاي قولوا لهم يعني ما تخرجوش ولا كاي قولوا للميانا فقد اطرد قاعدوا الوحيز اللوحي اللي خرجوا لا يعنى خاصوا اديروا احتى ديالوة ولكن احنا يا لناس اغلبية ما كاي ديروش لاحتيات ديالهم على شمارات كيبقى يكتر وهم كاي تخوفوا بزفزف لان أغلبية هيا ينتج حالهم في ديال المسنين يتعرضون الكثير من الناس الكبار لأنهم يتعرضون أكثر بالفيروس والكورونا ويكونوا يتعرضون الكثير من الخطر ويحضرون الكثير من الناس ويستمرون من المتمين ويستمرون الكثير من الناس ويستمرون كل ذلك هذا الشخص في نهاية الأسبوع يجب أن يكون هناك أعراض الفيروس كورونا كورونا ان يتساعدون العسكر يختارون الموضوع في فرص الفيروس ماتفห Villar العسكر يحتاجونIGHب على خدمات فيروس كورونا يجب أن يقوموا بمساعدة على العسكر ويجب أن يتساعدون أبراحيهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة